اهلا بحضرات النادي الاهلي بيعلن عن اول صفقة للمسم الجديد النهاردة بداية مشوار النادي الاهلي اللي تدعيم صفوفه استعدادا للمسم الجديد عشرين وعشرين 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 بالتعاقد مع اللاعب القطري الجنسية والمصري المولد والابوي يوسف ايمن يوسف ايمن مدافع عنده خمسة وعشرين سنة هو أولى صفقات النادي الأهلي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد قادما من نادي الدحيل القطري قدامنا نجم منتخب قطر الأول لاعب يظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي والنادي الأهلي الحقيقة قدمه بمقطع فيديو مميز جدا وظهر فيه العديد من الزكريات اللي بتحكي عن بداية اللاعب الجديد للنادي الأهلي يوسف أيمن هو طبعا عارفين من أبوين مصريين وولده انتقل للعمل في قطر وبعد كده حصل على الجنسية ومعها بالتأكيد حصل على الجنسية يوسف أيمن عشان يكون لعب مزدوج الجنسية مع الجنسيتين المصرية والقطرية وبالتالي سيطم قيده في قائمة النادي الأهلي قبل الموسم الجديد كلاعب محلي ومش هيكون بياخد مكان أي لعب أجنبي مع بداية الموسم الجديد اللاعب ده لعب مع النادي الأهلي في صفوف الشباب أو في أكاديمية النادي الأهلي في 2009 لما كان عمره وقتها عشر سنوات قبل ما ينتقل بقى الأكاديمية أسفاير وبعد كده يبدأ مشواره مع أكتر من نادي قطري عشان يختتم مسيرته قبل الانتقال للنادي الأهلي مع فريق الدحيل النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي قال أن أمير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات أعلن عن التعاقد مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة وقال كمان أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وفقا لرؤية مرسيل كولر المدير الفني للنادي البيان بتاع النادي الأهلي اللي تم الإعلان فيه عن ضم اللاعب وكمان النهاردة كان فيه لاعب سلة جديدة النادي الأهلي أعلن عن صفقتين في نفس الوقت الأهلي يضم إبراهيم هشام لفريق رجال كرة السلة لمدة أربع سنوات النادي الأهلي ضم اتنين لاعبين أو أعلن عن صفقتين صفقة في فريق الكرة وصفقة في فريق السلة في نفس التوقيت يعني النهاردة خلينا نتكلم على لاعب كرة القدم طبعا يوسف أيمن هو اللي هيخطف الأنظار طبعا لاهتمام الجماهير بفريق النادي الأهلي الكرة القدم عن السلة يوسف أيمن النهاردة فيه بيان النادي الأهلي قال أن الأهلي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية لكن لم يتم الكشف عن المقابل المادي للأعارة وقال كمان أن اللاعب سوف ينضم إلى التدريبات وفقا لرؤية مارسيل كولر ما قالش إمتى برضه ده بيخلينا عندنا أكتر من سؤال السؤال الأول هو كيمة التعاقد أو كيمة انتقال يوسف أيمن للنادي الأهلي على سبيل الأعارة في الحقيقة النادي الأهلي ما أعلنش لكن موقع ترانسفير ماركت العالمي أعلن أن الصفقة تمت مقابل 229 ألف يورو يعني حوالي 230 ألف يورو لكن لم يتم ذكر المصدر حتى النادي القطري لم يتم أو لم يعلن عن القيمة المادية لانتقال يوسف أيمن للنادي الأهلي لكن ترانسفير ماركت زي ما قلت لحضراتكم أعلن أن الصفقة بحوالي 230 ألف يورو مقابل الإعارة لمدة موسم وحيد كمان اتكلم النادي الأهلي في بيانه عن انضمام اللاعب للتدريبات ما قالش إمتى قال وفقا لرؤية مارسيل كولر طيب ده ليه السطر ده في البيان لأن يوسف أيمن دلوقتي خلاص هو أصبح لاعب شكل رسمي في النادي الأهلي لكن لحد دلوقتي ما يقدرش يشارك في أي مباراة مع النادي الأهلي رغم الإعلان الرسمي ورغم إنهاء الأمور المادية والإدارية زي ما قال الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي ليه؟ لأن احنا لسه عايشين في الماضي احنا دلوقتي في شهر سبعة الطبيعي كله في العالم أن سبعة ده يعني الاستعداد للموسم الجديد والتحضير للموسم الجديد لكن احنا عايشين في الماضي احنا لسه في الموسم القديم الموسم بتاعنا لم ينتهي بعد حتى الآن لأن النادي الأهلي لسه بيشارك في مسابقة الدوري الممتاز لموسم عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين اللي المفروض تكون خلصة قبل تلاتين يونيو كمان النادي الأهلي لسه بيشارك في بطولة كاس مصر الخاصة بالموسم الماضي لسه إن شاء الله هنبدأ مشوار دور الاتنين وتلاتين بالنسبة للنادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي قدام الألومنيوم وبالتالي اللاعب لا يحق له المشاركة سواء مع النادي الأهلي في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الممتاز ولا حتى في بداية مشوار النادي الأهلي في كاس مصر قدام الألومنيوم يوم الجمعة المقبل عشان كده النادي الأهلي ببيانه قال إن انضمام اللاعب للتدريبات سيتم وفقا لرؤية مرسيل كلر بالتأكيد هيتم تجهيز يوسف أيمن إن هو يلعب مع النادي الأهلي اللي هو بالمناسبة الموسم بتاعه خلص في قطر ويشارك فيه 24 مباراة الموسم ده هو مسجل هدفين هو مدافع حداث كمان شارك فيه خمس مباريات مع منتقب قطر مسجل منهم هدف وحيد طبعا لعب بإمكانيات كبيرة باين من ستايله إن هو هيكون قريب شوية من محمد عبد المنعم نجم دفاع النادي الأهلي اللي كان فيه كلام في الفترة اللي فاتت على إمكانية رحيل عبد المنعم للإحتراف الخارجي لكن لحد اللحظة دي النادي الأهلي لم يتلقى أي عرض رسمي لمحمد عبد المنعم لإحترافه ولحد اللحظة دي هيكون قلبين دفاع النادي الأهلي في الموسم الجديد هو محمد عبد المنعم وجنبه يوسف أيمن يوسف أيمن زي ما قلت لحضراتكم لسه مش هينضم للتدريبات دلوقتي هيكون وفقا لرؤية مرسيل كولر لأن النادي الأهلي لسه عنده ارتباطات محلية مخلصتش وبعد كده هيقدر يكون متواجد مع النادي الأهلي بدءا من دور ال32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا لسه كانت القرعة معمولة من أيام النادي الأهلي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول أو دور ال64 وتم تأهيله مباشرة لدور ال32 أو الدور التمهيدي التاني وطالما النادي الأهلي أعلن ضم يوسف في الوقت الحالي فاللعب يحك للمشاركة مع النادي الأهلي في دور ال32 لو النادي الأهلي كانت أخر شوية وتم التعاقد مع اللاعب في شهر أغسطس هيتم نقل أو تأجيل مشاركته لدور ال16 اللي هو دور المجموعات لكن خلاص يوسف أيمن لاعب في النادي الأهلي لنهاية الموسم وهيكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي بدءا من دور ال32 إن شاء الله لبطول الدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد ومش هيكون متاح للمشاركة مع النادي الأهلي ولا في الدوري ولا في كأس مصر هيكون كمان جاهز للمشاركة في دور الأبطال الأفريقي كأس السوبر الأفريقي قدام نادي الزمالك اللي هيتلعب إن شاء الله في أكتوبر المقبل في الرياض وكمان هيكون جاهز للمشاركة في كأس السوبر المصري اللي هيقوم في الإمارات إن شاء الله في شهر برضو أكتوبر المقبل دي كانت نظرة سريعة على أحدث أو أول صفقات النادي الأهلي استعداداً للموسم الجديد يوسف أيمن أهلاوي قادماً من الدحيل القطري بعق إعارة لنهاية الموسم الجديد موسم 20-24-20-25 وإن شاء الله يكون لعب مميز ويكون إضافة للنادي الأهلي نشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل إن شاء الله في تقتيب جديد